مشاهدين الكرام الكل يتابع اليوم الجدل الدائر بين القوى السياسية بعد أن حدد السيد الكاظمي موعداً للانتخابات المبكرة بمعنى أن الانتخابات المبكرة صارت حقيقة وعند الإعلان عن هذا الموعد كثر الحديث هنا وهناك والآراء من هم من يؤيد ومن هم من يعارض على التاريخ أن يقدم شهر أن يؤجل شهر ومنهم الآن في طور أن يضع العراقيل لغرض عدم إجراء الانتخابات المبكرة أو لأنه هناك بعض القوى السياسية التي ترى أن حظوظها في الانتخابات المبكرة لم تكن بالمستوى المطلوب خصوصاً أن هناك جدلاً وكأنه القانون لم يشير إليه أو الدستور لم يشير إليه وبالتالي فأن البعض يحاول بإجتهادات شخصية أو بآراء شخصية أو من وحي مصالح خاصة أن يجتهد كيف لنا أن نحل البرلمان من هي الجهة المسؤولة عن حل البرلمان وماذا لو حل البرلمان كذلك العراقيل في قانون المحكمة الاتحادية التي هي الأساس في فضل النزاعات الدستورية وهي التي لها القول الفصل في التصديق على النظام أو نتائج الانتخابات هذا القانون معطل وهناك من ينبري لنا بالدفاع عن قانون الانتخابات المبكرة وهو جزء أساسي من المشهد السياسي وجزء من تعطيل عمل المحكمة الاتحادية هذه الخلافات وأن في الأنظمة الديمقراطية يحصل ولكن أعتقد أننا بعيدون جداً عن الأنظمة أو النظام الديمقراطي لأننا دائماً يجب أن نختلف أو دائماً يجب أن تختلف القوى السياسية واختلافات هذه القوى السياسية كما قلتها منذ زمن بعيد لا تشم منه ولا تدرك منه رائحة أن هذا هو يصب في مصلحة الوطن بقدر ما أن القوى السياسية اليوم لا ضير ولا تجني إذا قلنا أنها تمر بموقف محرج من الانتخابات القضية الأخرى التي لا بد أن نتوقف عندها تعديل قانون الانتخابات جاء بمطلب شعبي وبدماء كبيرة من الشهداء ومن الجرحة على مذبح الحرية قدمت في سبيل أن يكون هناك نظاماً وقانوناً انتخابياً يتناسب أو متناسب مع حجم طموحات الشعب وتضحياته لأنه شعب يطالب بحريته وريد حريته ويسأم وتضرره ويكره ويمقد القوى السياسية التي أدارت المشهد السياسي على مدى 17-18 عام المفارقة الكبرى في هذا القانون أنه لحد الآن الرأي العام لم يطلع عليه لم يقرأه لم يشارك به لم يعطي رأيه وبالتالي هذا يضعنا أمام شك كبير أنه كيف كتب هذا القانون وكيف سيمضي هذا القانون وكيف سيصوت على هذا القانون وحتى عندما تسرب من هذا القانون الكثير من الفقرات هناك آراء ضد هذا القانون وبالتالي يجب أن نذهب إلى تعديلات مهمة في هذا القانون التعديلات من الذي يقوم بها؟ تقوم بها لجان متخصصة في البرلمان العراقي اللجان في البرلمان أو القوى السياسية الممثلة في البرلمان هي ذات القوى التي خرج عليها الشارع العراقي وهي القوى المتورطة في قتل المتظاهرين وهي القوى المتورطة في الفساد وهي القوى المتورطة في المحاسسة هي القوى التي ضد إرادة الناس